موسيقى العثور على انفاقٍ يستخدمها داعش لتخزين الاسلحة في الرقة وقوات السوريا الديمقراطية تقدم في المدينة القوات العراقية تواصل تقدمها في الموصل وداعش يعدم 17 مدنياً بعد محاولتهم الفرار موسيقى ودول مجلس التعاون الخليجي بصدد فرض عقوباتٍ جديدة على قطر موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلاً بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن السورية إذ هز انفجار عنيث منطقة الأوراس في ريف حمص الجنوبي من دون معرفة مصدره أو سببه وقال مراسلنا إن منطقة الأوراس التي سمع فيها دوي الانفجار تضم كتيبة دفاع جوي تابعة لقوات الأسد كما تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني ويسكنها ضباط من الحرس الثوري الإيراني ميدانياً أيضاً دخلت قوات سوريا الديمقراطية إلى حي النهضة في الجهة الغربية من مركز المدينة حيث اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بينها وبين أفراد داعش وما تزال تلك الاشتباكات مستمرة إلى الآن وبحسب قياديين في الجبهة الغربية فقد تمكن مقاتل قوات سوريا الديمقراطية من الدخول إلى الحي صباح أمس كما تمكن من قتل 19 فرداً من مقاتلي داعش بعد المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الريقة السورية تم اقتحام حي جديد في المدينة وذلك بعد يومين من محاصرة عناصر التنظيم الإرهابي في وسط المدينة من جهتها الأربع قياديون في الجبهة الغربية أكدوا أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية تمكنوا من الدخول إلى حي النهضة في الجهة الغربية من مركز المدينة اندلعت لا إثره اشتباكات عنيفة أودت بحياتي 19 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي تم الاستيلاء على جوزه سبعة منهم على الأسلحة الفردية التي كانوا يحملونها في المعركة جاء ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك بين الطرفين في حي الرميلة وعلى أطراف سوق الغنم في الجبهة الشرقية لمدينة الريقة وسط قصف مدفعي وصاروخي طال منطقة الاشتباكات هذا وتستولي قوات سوريا الديمقراطية على أحياء الصناعة والمشلب والسباهية في الجهة الشرقية لمدينة الريقة وحيي الرومانية وحطين في الجهة الغربية للمدينة وذلك من انطلاق معركة اجتياح الريقة في السادس من الشهر الحالي باحثون عسكريون أكدوا أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعزل مدينة الريقة عن محافظة دير الزور السورية حيث تمت محاصرة شرق وغربي وجنوب المدينة ولم يتبقى سوى ممر ضيق اتجاه دير الزور لمحاصرة أفراد داعش بالمدينة وفي الطرف الغربي من مدينة الريقة وخاصة في المناطق التي استعادوها من المتطرفين أعلن مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردية أنهم عثروا على أنفاق في المباني السكنية والمنازل المتصلة تم استخدامها من قبل عناصر التنظيم لتخزين الأسلحة والاحتماء من الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف الدولي وفي ظل النزوح المستمر تسعى المنظمات غير الحكومية جاهدة من أجل تقديم المساعدة للنازحين في الوقت الذي يبدل فيه مجلس الرقة المدنية المؤقت الذي تم تشكيله حديثا قصارى جهده من أجل مساعدة السكان قوة النخبة هي فصيل عربي من الجيش السوري الحر مشاركة في معركة تحرير الرقة وهي جناح العسكري لتيار الغد السوري الذي يرأسه رئيس الاتلاف الأسبق أحمد أجربا مفذة ناجنا موسى زارت نقاطهم العسكرية على خط النار ضد داعش في حي الصناعة داخل مدينة الرقة نتابع التقرير الضيافة عند العرب أمر عظيم تمسك بها أيام السلم وأيام الحرب أيضا إكرام الضيف واجب أساسي ومن هذا المنطلق لم تقبل قوات النخبة السورية المكونة بأغلبها من أبناء عشائر دير الزور والمقاتلة في الرقة إلا بذبح خاروف وإكرامنا بإعداد وليمة لنا وبينما يحضرون الطعام نتجه مع قادة قوات النخبة إلى نقاط تمركز عناصرهم على خط التماس الأول في حي الصناعة بسرعة كبيرة نعبر الطرقات كي نتفادى قناصة داعش على أكتافهم على ملجيش السوري الحر بينما انضمت جميع الفصائل العربية الأخرى إلى قوات سوريا الديمقراطية بقي هذا الفصيل العربي خارج مضلة قوات سوريا الديمقراطية لكنه ينسق بشكل كامل معها عند وصولنا إلى خط التماس نركن السيارة داخل محل مصقوف لتصبح في مأمل من طائرات داعش المسيرة داعش يتمركز على بعد 60 مترا فقط عند تلك المتاريس نحن أول طاقم صحفي يصل إلى هذه النقطة على المحور الشرقي ومن المستحيل أن نتقدم أكثر لأن النقطة ما بعد هنا تخضع لاحتلال داعش شعارات داعش لتزال مطبوعة على أبواب المحل المدرسة المقابلة لنا هي فارغة اليوم ولكنها أحيانا تستخدم من قبل التنظيم أبو جينان هو قائد عسكري وجد في أثناء المعارك أوراقا وهويات خاصة بمقتلي داعش جيبتي هويت مقاتل مغربي أبو عبد الرحمن قتلنا البارحة الأمس تقريبا أخذت من جيبته أخذت من جيبته أبو عبد الرحمن المغربي مكتب الدعوة المساجد المدينة هذا اللي كان جيب السيارة المفخخة أو هذا غيره؟ هذا هم كانوا اثنين واحد ما لغينا معاه شيء ولغينا فيها هم كانوا اثنين وقتلناهم جنب السيارة المفخخة من هنا نستطيع أن نرى بوضوح المناطق التي يحتلها داعش ينتمي معظم عناصر قوات النخبة إلى عشيرة الشعيطات التي خسرت حوالي 1700 فرد من أبنائها على يد داعش بالنسبة لأبي عماد الذي ينتمي إلى الشعيطات قتالهم ضد داعش له طعم آخر داعش أعلنت خلافتها المزعومة بالرقة وأنا من لما دخلنا عما يتقضى بالفراد كنت متشوق للحظة هي اللي ندخل فيها مدينة الرقة أنا كنت استناها بس أنه فيه شغلة في بالي هو فيه دوار هون بالرقة مشهور دوار الساعة لما لأى أشياء علنة الخلافة صاروا بالدباب وهيك يفحتوا أنا إن شاء الله ناوي يعمل مثلهم بس بالحق إن شاء الله والعلم هذا إن شاء الله هو اللي رح يرفع الدوار بإذن الله والصاروخ اللي مشوا فيه هذا كان إلا أنه أخذوه من عندنا بالدير لما صقطت الدير بإيدهم أخذوه كتيبت الحمزة هي اللي أخذتهم من الكبر من الأيام معارك النظام هذا الصاروخ اللي أنا والله ذا الجناب إبنية فجأة ومن حيث لا ندري تصاعدت عميدة الدخان من داخل المدينة رأينا منذ قليل دخان متصاعد من داخل الأحياء التي يتمركز فيها داعش لا نعلم إن كانت سيارة مفاخخة انفجرت أم قصف لطائرات التحالف على كل أحوال أنا متواجدة هنا منذ حوالي 30 دقيقة ولكن لا نستطيع البقاء أكثر لكي لا نلفت أنظر داعش في مقر كتيبة النخبة بات الطعام جاهزا على بعد خمسة كيلومترات فقط تقرع طبول الحرب وبينما نتناول الغداء لم تغب عن بهني صورة أولئك المحاصرين بسبب الظلم والإرهاب إنها الحرب بكل تناقضاتها جينان موسى أخبار الآن من حي الصناعة داخل مدينة الرقة وفي لقاء حصري لأخبار الآن من الرقة السورية مع بريت ماغوريك المبعوث الأمريكي الخاص لقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش قال الإخبار الآن إن العملية ضد داعش في مدينة الرقة سوف تأخذ وقتا طويلا ولكنها سوف تنجح ماغوريك الآن في زيارة غير معلنة إلى منطقة الرقة في سوريا أيضا مفادتنا جينان موسى تحدثت إلي حصريا هناك في منطقة عين عيسى سوف أك Otto، لسأقيه من الضفر التحقيقين كيف يجب أن تظهرها لو أنها لأخبار الآن؟ إذن هم سيشفه أخير أب الى الأن怡 فقط سواءح السيخحي يجب أن تشوفكم بأخذ سوف أنت في المقرية لذا أنت تكون هناك بأخذها todas أكبر وأنا هنا بأخذ من الأنذاء الملتاريين وأيضا بعض أخذ أكبر سيشفى بالشكل الملتاريين وأيضا عليك الملتاريين العواصل سيشفى بالشكل الملتاريين الفيديوات والهاتف التي يتجهد انتظرها في الغابت المساعدة الأمادي للتجاهل من القانونة أيضا. هذه مغرارات غيرهم حقا. كما انتظرنا راقة هي الفيديوات riotة موكولة قمت بخير القانونة لتعاجلتهم بشكلام حقا. كما تتطلب مدددافذ فجأة للكام جدًا من مصر إلى أن يتم من قابلت الأنين حتى دعونا محيرها إلى الأراضي إنه صحيح، إنه محاولة سطر بين سطر، إنه أممس بانكزين، وحفظات attached and you know and obstacles as you've seen and we're facing a suicidal enemy. So it will take time but we have no doubt the force we're working with, the Syrian Democratic Forces, a mix of Kurds and increasing number, I think you were there, saw it with your own eyes Arab coalition forces, Arab forces particularly local to the area, continue to advance and we have great confidence in their abilities and that they will succeed. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن بشار الأسد أخذ تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما غبت استخدام السلاح الكيميائي على محمل الجد وكد ماتس أن برنامج نظام الأسد لسلاح الكيميائي لا يقتصر على مطار عسكري واحد في إشارة إلى مطار الإشعارات العسكرية نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل قصير داعش يعدم 17 مدنيا لمحاولاتهم الهرب من حي الشفاء في الموصل أحييكم من جديد في الشأن العراقي أكدت القوات الأمنية العراقية استعادة السيطرة على منطقتين حضرة السادة والأحمدية في الشطر القديم غربي مدينة الموصل يأتي ذلك بعدما توغلت قوات الشرطة الاتحادية في حي الفاروق وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية قتلت 36 مسلحا من داعش خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية غربي المدينة كما دمرت أكثر من عشر مركبات ملغمة ومع تقدم القوات الأمنية العراقية بمعركتها في مدينة الموصل يستمر تنظيم داعش بانتهاكاته بحق المدنيين إذ يستهدف النازحين مباشرة في حي الشفاء في الموصل فقد أقدم على إعدام 17 شخصا لدى محاولاتهم الخروج من منازلهم والتوجه نحو القوات الأمنية العراقية وعند تحرير الحي قام الجيش بمساعدة الأهالي بدفنهم في باحات أحد المنازل في الموصل التفاصيل مشاهدين في سياق تقرير مراسلنا لؤي أمين توجهنا إلى المدينة القديمة في الموصل التي تجري فيها آخر معارك القوات العراقية مع مسلحي داعش في الطريق أصاب عطل السيارة العسكرية التي تقلنا وكان علينا النزول من السيارة على الرغم من خطورة المكان لإصلاح العطل فيها وصلنا أخيرا إلى المدينة القديمة آثار الدمار في كل مكان فتنظيم داعش فجر البيوت وحرق السيارات في هذا المنزل دفن 17 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلهم مسلحوء التنظيم لدى محاولتهم الهربة باتجاه الأحياء المحررة كما تلاحظون هذه مقبرة للناس الأبرياء لارتكبها داعش تجرامي هذه تقريبا 11 جثة من ضمنهم نساء وأطفال رادوا يطلعون من داعش للقوات المنية وقام داعش بعدامهم بالشوارع وتم دفنهم من الجيش ومساعدة الأهالي المنطقة بعد مصرع والده أثناء محاولته النزوح رفض محمود مرافقة أسرته إلى المخيمات ليبقى بالقرب من قبر والده ويحكي تفاصيل المجزرة عشرات المدنيين قتلوا في هذه الأزقة والشوارع دفنهم ذوهم بمساعدة القوات العسكرية لا شواهد على القبور سوى قارورات كتب بداخلها اسم صاحب القبر لم يبقى لداعش كثير في مدينة الموصل إلا أن آلاف المدنيين لا يزالون محاصرين تحت تهديد السلاح ليبقى مصيرهم مجهولا في ظل استمرار المعارك لم يكتفي داعش باستخدام المدنين كدروع بشرية بل قام حتى بإعدام المدنين بشكل جماعي الهاربين باتجاه القوات الأمنية هنا مقبرة تضم رفاة سبعة عشر شخصا بينهم نساء وأطفال من داخل الموصل القديمة لؤي أمين أخبار الآن ما هي إلا أيام قليلة على تحقيق الانتصار وإعلان تحرير كامل الموصل لكن بعد الانتهاء من تأمين حياة المدنيين المحاصرين في منطقة الميدان الواقعة ضمن المدينة القديمة آخر معاقل داعش في الموصل حيث ينتشر أغلب مقاتلي داعش متحصنين بدروع بشرية مراسلنا ويسام يوسف كان هناك واطلع على سير العمليات العسكرية وعدلنا بالتقرير التالي منطقة الميدان في الموصل القديمة حيث ما زال داعش يحتلها وهذه رايته التي باتت أقرب إلى السقوط برغم التقديرات العسكرية العراقية التي أكدت أن تحرير هذه المنطقة قد يأخذ وقتا بسبب ضيق أزقتها ومحاصرة التنظيم آئلات فيها فضلا عن انتقال أغلب ما تبقى من مقاتلي داعش إليها إثرها زائمهم المستمرة والتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية المدنيين كان دائما يستخدمهم داعش كدروع أي بيت انطهرة نلقى مجموعة من المدنيين يحتصلهم داعش حتى يحتمي بهم دائما يتنقل بغيره يسحب أطفاله وياه حتى يتلافظ ضربات الجوية وغيرها بس الحمد لله وشكر قدرنا نأمن ممرات آمن المدنيين وأخلينا أعداد جدا هائلة من المدنيين داعش استخدم القسوة وياهم قتل أعداد كثيرة من عدم للأسف إنها معركة الأمتار الأخيرة التي تخوضها القوات العراقية في هذه الأزقة الضيقة حسب ما يصفها القادة العسكريون حيث يطهر المقاتلون العراقيون المنازل بشكل جيد لمنع مسلح داعش من التخفي في الأقبية تحت مباني الموصل القديمة أو بين أروقتها قواتنا بدأت تتوسع بالتجاه اليمين واليسار وندحر وتكبيل خسارة الفاتحة للعدو من آليات ومعدات ومعنوات عالية وإن شاء الله أيام قليلة وننزف البشرة بتحريرها بالكامل التحدي الذي تواجهه القوات العراقية في المرحلة الأخيرة من عمليات تحرير الموصل القديمة هو إخلاء المدنيين إذ أن الصعوبة تتمثل بالتزاحب الشديد ليس فقط من أهالي المنطقة الساعين للتخلص من قبرة داعش بل من قبل مقاتلي التنظيم الذين نقلوا الكثير من العائلات من مناطق الموصل المختلفة إلى المدينة القديمة القوات العراقية بجميع تشكيلاتها من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة المشاركة في عمليات تحرير الموصل القديمة حققت التماسا مباشرا بين قطعاتها كما تقدمت باتجاه نهر دجل شرقا بنساق واحد من أجل حسم المعركة وبلوغ موعد التحرير الناجز قالت السفيرات الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكاي هايلي إن أولوية الرئيس دونالد ترامب في أزمة قطر تركز على وقف الدوحة لتمويلها للإرهاب وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد قطر في وقت سابق داعيا إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب وقال إن للدوحة تاريخ في دعم التطرف على أعلى مستوى أذى وحذرت دول الخليج من فرض عقوبات جديدة ومزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر إذا لم يستجب نظام الدوحة للمطالب العربية ويوقف دعمه للإرهاب بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي أقل من أسبوع واحد بقيت على المهلة التي وضعتها دول الخليج لقطر لتنفيذ شروطها وليس هناك أي مؤشر لحد الآن على أن قطر ستتراجع عن مواقفها السعودية والإمارات والبحرين ومصر طالبت قطر بوقف تمويل الإرهاب وخفض علاقاتها مع إيران وغلاق شبكة جزيرة العالمية فضلا عن مطالب أخرى وإلا فإنها ستواجه عزلة دائمة دول الخليج حذرت من فرض عقوبات جديدة ومزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر إذا لم يستجب نظام الدوحة للمطالب العربية التحذير جاء من قبل السفير الإماراتي لدى موسكو عمر غباش قائلا إنه يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم أو مع الدوحة وفي تصريحته للغاردين البريطانية أوضح غباش أن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي عقوبة محتملة لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة مشيرا إلى أن موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاف مجلس التعاون باعتبارها منظمة مشتركة للدفاع والأمن إلى أن هناك بعض جزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها والتي يجري النظر فيها الآن بدورها أكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها رفضها التعاون مع قطر على قائمة المطالب التي قدمتها إلى جانب الدول الأخرى قائلة إن قرار وقف دعم التطرف والإرهاب بيد قطر وحذرت السعودية نظام الدوحة من أنه سيبقى في عزلة إذا لم يتخذ خطوات لإصلاح سلوكه قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور جرغاش إن على قطر العودة لرجها أو اختيار طريق دون محيطها مشيرا في تغريدات الله على موقع تويتر إلى المعاناة من تآمر قطر على استقرار المنطقة ومشددا على دعمها لأجندات حزبية تسعى للفوضى في العالم العربي وأشار جرغاش أيضا إلى أن المتابع للأزمة مع قطر يلحظ تحرك تيار الإخوان وأن الولاء ليس للأوطان بل للأحزاب وتغيير النظم في شن الليبي قال ناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن قطر والتركيا تدعمان الإرهاب في ليبيا كاشفا أن قابع وثيقة تطلب فيها قطر إذنا لطائراتها العسكرية للهبوط في ليبيا بعض المرسلات خاصة من قطر بخصوص السماح لطائرات عسكرية قطرية الهبوط في مطارات ليبيا لا نعلم ما هي تعاون العسكري بين ليبيا هذا على فكرة عبد المنصف حافظ البوري هو سيفير ليبيا سابق في قطر هو قدم استقالتها على فكرة هو اعتجاجا أو لا أعرف الأسباب ولكن دائما نذكر هذه في شهر 21-2017 يقول فيها الحاقل يكاتب في مدير مكتب الشؤون العسكرية في وزارة الخارجية في طرابلس لكن لا نعلم هل هو وزير وزارة الخارجية تابعة للسراج أو تابعة للإنقاذ للغويل الحاقل يرسلتنا رقم 20-7 بتاريخ 20-9 بشأن طلب الإذن بالموافق على منح تصريح للعبور والهبوط العبور والهبوط عبر الأراضي الليبية لطائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية نشرتنا مستمر مشاهدين وفيها بعد فصل أخير عديقة حيوان في العراق تعرض أسدا أبيضا نادر مع بلوغه عامه الأول أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحفة العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها دراسة دخان التبغ يمنع التئام الجروحة جاء في تفاصيل الخبر كشفت دراسة بريطانية حديثة أن دخان التبغ يمنع التئام الجروح في حين أن دخان السجائر الإلكترونية ليس له أي تأثير وعز الباحثون السبب إلى المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر وكانت بحوث سابقة أظهرت أن دخان السجائر الإلكترونية أقل سمية وأكثر أمانا من السجائر العادية واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتي الكافاين يسهم بإنقاص الوزن توصل علماء صينيون لنتائج تبين أن مادة الكافاين الموجودة في القهوة تؤثر على الشهية وتسهم بإنقاص الوزن وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الكافاين يلعب دورا في زيادة إفراز هرمون الأكسيتوسين الذي يؤثر على الحالة النفسية للإنسان ويلعب دورا في عمليات تنظيم الطاقة الناجمة عن التمثيل الغذائي وبالتالي يلعب دورا مهما في التحكم بوزن الجسم صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم الأطفال الذين يعانون من الربو أكثر عرضة لتطور قصور القلب كشف دراسة طبية حديثة أن الأطفال الذين يعانون من الربو أكثر عرضة لتطور قصور القلب وقال الباحثون إن أمراض الجهاز التنفسي تؤدي إلى سماكة البطين الأيسر والتي يمكن أن تسبب إنقاس مرونة عضلة القلب وفشل في ضخ الدم في نهاية المطاف وهذه هي الدراسة الأولى التي تربط بين الربو من الطفولة وأمراض القلب وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية ولا تزيل خيوط الموز لهذه الأسباب أكد طبيب أمريكي مختص بشؤون التغذية أن الخيوط الموجودة في ثمرة الموز تساعد على نشر العناصر الغذائية في فاكهة الموز لكي يستفيد بالتالي منها كل من يتناولها وضف الأطباء أن الخيوط التي تسمى فلوم غنية بالألياف لربما أكثر من الموزة الكاملة ويقول خبراء إنه من الممكن تعديل الموز جينيا للتخلص من تلك الخيوط إلا أن الموضوع يتطلب أبحاثا مكتفا نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا قالت مصادر أمنية أمريكية إن وزارة الأمن الداخلي ستعلن عن إجراءات أمنية جديدة للرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى الولايات المتحدة وأكد مسؤولون أمريكيون أن المطارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم سوف تكون مطالبة بتنفيذ هذه الإجراءات تحتفل شركة أبل اليوم بمرور عشرة عوام على ميلاد هاتفها الذكي آيفون الذي يعد أفضل إبداعاتها والمسؤول الأول عن أرباحها الذي بلغت مبيعته حتى الآن أكثر من مليار وحدة حول العالم فيما يحتفل آيفون بعامه العاشر ينتظر آلاف الأشخاص حول العالم الهاتف الذكي آيفون 8 بفارق الصبر ووفقا للتسريبات ستصبح شاشة آيفون 8 الأكثر دقة بكل إزدارات آيفون منذ ظهوره رغم تكبير حجمها الذي سيصل إلى 5.8 بوصع في خبرنا الأخير عرضت حديقة حيوان في العاصمة العراقية بغداد أسدا أبيض اللون عمره سنة واحدة وهو في حالة نادرة وهو حالة نادرة جدا في الحياة البرية وحدائق الحيوان وتسمح إدارة حديقة متنزه الزوراء في بغداد حاليا للزوار برؤية الشبل الأبيض الذي ولد في المتنزه لمدة ساعتين على الأكثر في اليوم ويقول الصندوق الدولي لحماية الأسد الأبيض إنه من المعتقد أن أقل من 13 أسد من هذا النوع النادر ما يزال في البرية فضلا عن نحو 300 في الأسرة وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين العثور على أنفاق يستخدمها داعش لتخزين الأسلحة في الرقا وقوات سوريا الديمقراطية تقدم في المدينة القوات العراقية تواصل تقدمها في الموصل وداعش يعدم 17 مدنيا بعد محاولتهم الفرار ودول مجلس التعاون الخليجي بصدد فرض عقوبات جديدة على قطر بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة ذاتنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأنباء اشتركوا في القناة